وفعلاً يعني كيف العقل بيشتغل وكيف العين بتشتغل وكيف القلب بيشتغل زي ما قلنا إنه مش كل شيء لا أدركه معناته هذا غير موجود أو لا يعمل وطبعاً أكيد رح يكون فيه اكتشافات أكثر وأكثر اللي تساعدنا على فهم هذا الموضوع فإحنا تقريباً يعني نتكلم عن الأدلة على وجود الله وحكيت أنت نقطتين ومتين هل الإيمان يتنافى مع العقل أو هل الإلحاد يتنافى مع العقل بالنسبة للإيمان لا يتنافى ولكن الإلحاد يتنافى وذكرت عن الحواس والآي إيه اللي عاوزت توصلني اللي عايزة أوصلك هنخص على الرسمة اللي قدامنا عشان أوريك الدموع الدموع دي مهمة جداً عشان ترطى بالعين وفي أمراض بتسبب أن الدموع دي ما تكونش موجودة فندي أطرة صناعية عشان العين تبقى رطبة على طول الجفون دي في غدة هنا هو غدة دمعية بتفرس الدموع بطريقة منتظمة لا تزيد أوي ولا تقل أوي تمام؟ عارف زي المساحات بتاعة العربية الجفون بتحرك الدموع دي فتتحرك من الغدة دي وتفرز عشان ترطى بالعين وبعدين هتروح فين؟ لازم يكون لها قناة ففي قناة دمعية زي ما احنا شايفين على الصورة هنا قناتين واحدة فوق واحدة تحت في الجفون بتاعتنا عشان تنزل عن طريق الأنف وتترسب بعد كده على الجسم هل النظام ده ممكن يحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ هل النظام المعقد الجميل ده ممكن يحصل بس أن احنا شوية تفاعلات كيموية عملته؟ مستحيل فلازم فيه إله خالق والإله الخالق ده أعلن عن نفسه في الطبيعة وفي الرب يسوع وفي الكلمة المقدسة فالعايزة أقوله أن الله مش إله محتجب مش إله مش موضح نفسه فالإله اللي موضح نفسه ده عايزني أعرفه ويكون لي شاركة معاه ويكون لي علاقة معاه وده اللي الرب يسوع جاه علشان يعمله بمجيءه للعالم في بداية الحلقة أنت ذكرت أنه يعني الله خارج عن طاقة طبيعة ولكن بيتعامل معنا وإحنا في الحواس الخمسة يعني إحنا صعب ندرك الإله الغير محدود أيوة ولكن اللا محدود يتعامل مع المحدود بالزبط وبيستخدم عقلنا والرب عايز يستخدم عقلنا تحب الرب من كل فكرك